عبر ألاف الأثيوبيين إلى داخل الأراضي السودانية هربا من المعارك الدائرة في أقليم تيجراي الأثيوبي المتاخم لولايتي القضارف وكسلة السودانيتين بحسب ما أفاد مسؤول سوداني وقال السر خالد مدير مكتب متعمدية اللاجئين السودانية في مدينة كسلة الحدودية منذ الأمس واليوم عبر إلى منطقة حمديت السودانية بمحاثة ولاية كسلة الفاء الثيوبي نقوم بإجراءة حصرهم وتسجيلهم أعطت وزارة العدل الأمريكية المدعين الفيدراليين الضوء الأخضر لبدء التحقيق فيما الدعية أنه مخالفات في التصويت في الانتخابات الرئاسية وهذه التحقيقات هي في العادة من اختصاص كل ولاية على حدة لكن وزير العدل ويليام بار قال أن هذه القاعدة ليست صارمة واستقال مسؤول كبير في وزارة العدل بعد قراءة مذكرة الوزير وما زال الرئيس دونالد ترامب يرفض الاعتراف بخسارة الانتخابات